السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا عدد الحالات في ألمانيا في تراجع مستمر وخاصة العدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها 12,321 حالة خلال 24 ساعة الماضية والإنسدنسال تراجع إلى 90.9 يعني لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام الأخيرة ولكن الشيء الملفت للنظر بشكل واضح اللي نشوفه في الأيام الأخيرة هو ارتفاع معدل الوفيات فعدد الوفيات تم تسجيلها 24 ساعة الماضية 794 حالة ولكن بشكل عام عدد الحالات الجديدة في تراجع فيما يمكن اعتباره يعني وعبر عن ذلك أيضا رئيس معهد غوباة كوخ البارحة أن هناك تحسن عام ملحوظ أصبح أحوال الطقس في ألمانيا أدت إلى فوضى كبيرة في حركة القطارات بشكل خاص في ألمانيا وحدوث أيضا العديد من الحوادث إذن هطول السلوج مثل ما لاحظته في معظم المناطق الألمانية وتشكل أيضا الجليد وهطول الأمطار وأيضا في بعض المناطق يعني هناك فيضانات أيضا في الجنوب في ألمانيا في المياه رح نشوفها الآن فتأثر بشكل خاص الشمال البارحة في حركة القطارات والسبب أيضا تجمد بعض يعني السكاك الحديدية لما بتغير خطوط أهل المناطق يعني التحويلات أن تجمدوا يعني وأصبحت حركة القطارات يعني معها وخاصة المسافات البعيدة مثل الإيتسي إيه صعبة وأدت أيضا إلى قطع والانعزال بعض المدن الليلة الماضية في ألمانيا وفي مقاطعة هسن في بودينغن حدث الآن فيضان يعني المياه الآن ملأت يعني وسط المناطق في المدينة وطبعا الفويفا يعني الإطفائية والإسعاف عم يتجولوا بالقوارب المطاطية داخل المدينة أيضا الآن بسبب يعني امتلائها بالمياه بشكل كامل وأدى أيضا ذلك إلى يعني إخراج العديد من الكبار السن المسنين في دور رعاية المسنين يعني حتى مئة شخص يعني تم الآن إخراجهم من هذه المنطقة فالمدينة الآن يعني هناك أيضا غارقة في المياه ولا يمكن تجول بداخلها إلا من خلال القوارب المطاطية فهي نظرة واسعة عن الأحوال السائدة الآن في ألمانيا وليلة البارحة بشكل خاص الآن رح ننتقل لموضوع مهم جدا جدا هي مدينة جوتينغن لكل سكان مدينة جوتينغن تعرفوا بألمانيا كل فترة بيتم اكتشاف مخلفات من الحرب العالمية الثانية في مدينة جوتينغن صار عدة أيام عبي تم التحضير الآن لي طبعا وجدوا ربما عدت يعني أيضا مخلفات من الحرب العالمية الثانية يجب الآن نسفها يعني فلذلك تم يعني الآن تطويق منطقة كاملة في مدينة جوتينغن مثل ما بتعرفوا إن سكان مدينة جوتينغن أكيد لاحظتوا هذا الشيء فهذا الموضوع رح يستمر ربما حتى يوم الأحد يعني حتى غدا مساء يعني فالموضوع يعني سيطول أيضا طبعا التشنش هيلفسباك كمان رح يحاول بشكل خاص الآن إما أنه ينزع فتيل يعني المخلفات اللي وجدوها طبعا أو يحاول يعني طبعا إذا ما تمكنوا من ذلك يحاولوا أيضا كمان بنسف يعني هذه المخلفات وهو ما سيؤدي إلى موجة ضغط كبيرة جدا قد تؤدي أيضا لتحطم النوافذ في العديد من المناطق وتوقف أيضا حركة القطارات يعني باتجاه مدينة جوتينغن بشكل واسع وكبير أيضا بسبب هذا الإجراء الآن وتم إجلاء 8300 شخص يعني إخلاء المنطقة بشكل كامل والمحيطة فيها أيضا لكل الناس الشيء المهم الآن نحن نعرف أنه فيه كثير من الآن يعني القوانين السعيدة بسبب يعني هذا الوباء في ألمانيا في مقاطعة جوتينغن سمحة يعني لكم الآن بشكل استثنائي لمن اضطر للخروج منزله والبقاء في يعني منزل أقربائه أو أصدقائه أن يتجاوز هذه القواعد ومسموح يعني لكم الآن في البقاء عند أقاربكم حتى يوم غد حتى ينتهي هذا الموضوع طبعا العديد من الناس ما عندهم أي مجال يروحوا لمكان آخر فيمكن أن يلجأوا أيضا إلى إدارة المدينة لتأمين سكن لهم يعني لليلة اليوم وربما غدا أيضا حوالي 500 شخص لحد الآن طلب ذلك هذا الشيء حدث معي أنا شخصيا كمان يعني يوما ما لما كنت بدرس في جامعة كولن أيضا في أحد المرات لم أستطع العودة إلى بيتي واتطررت إلى النوم خارج بيتي بسبب تطويق المنطقة إذن هذا الشيء يتكرر بشكل كبير في ألمانيا وكل فترة وفي كل المناطق ننتقل الآن لكلمة المستشارة الألمانية في الفيديو بودكاست أدلت بمجموعة مهمة من المعلومات لازم نعرفها المعلومة الأولى المهمة هي أننا الآن لسنا في وضع يسمح بإعادة افتتاح المدارس أو رياض الأطفال إذن هي النقطة المهمة صحيح نحن على الطريق الجيد ولكن يعني مثل ما أكثر من أكثر من السياسي سمعنا ولكن الآن الوضع لا يسمح بعد يعني بهذا الشيء وطالبت أيضا بالاستمرار بيعني التزام بالقوانين يعني الصارمة إلى حد بعيد حتى نستطيع في أقرب وقت ممكن أن نعيد افتتاح يعني بشكل خاص المدارس ورياض الأطفال إذن خطة الحكومة الألمانية والمستشارة هو أنه أول شيء سيتم إعادة افتتاحي بعد انتهاء هذا اللوكداون هو أصبح من الواضح وموضوع المدارس ورياض الأطفال بسبب الضغط الهائل اللي عبدت تعرضوا له طبعا الأهالي والأطفال يعني الآن بسبب هذا الإغلاق والمستشارة قالت أننا يعني نقدر ونعرف ذلك يعني في وعي عميق يعني بهذا الشيء فلذلك يعني من المتوقع أنه أول شيء يتم إعادة افتتاحه وريس ما تسمح الظروف بذلك مرة أخرى رح تكون المدارس ورياض الأطفال رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية إيفو الإنستوت في بيتشافتس فاشون طالب بأن يتم دفع يعني بخيمين تحفيزات مادية للشركات الموردة للوقاحات الآن في دول الاتحاد الأوروبي نعرف أنه نحن هنا في دول الاتحاد الأوروبي عم نعاني من نقص توريد هذه اللقاحات الآن بشكل كتير كبير ولذلك اقترح أن يتم يعني تحفيز هذه الشركات بعروض مالية مغرية لها بأن تقوم بتوريد هذه اللقاحات الآن بشكل أسرع أو بكميات أكبر وهذا يعني أن ذلك سيكلف مليارات إضافية أيضا لتنفيذ هكذا الشيء ولكن حسب يعني أبحاثهم طبعا هو مركز الأبحاث الاقتصادية يعني حسب أبحاثهم أنه ذلك أوفر وأفضل أيضا من استمرار اللوق دون والإغلاق اللي يعني بيأثر طبعا على الاقتصاد بشكل كتير كبير الخسائر كبيرة جدا فربما يعني الآن أن يتم تحفيز هذه الشركات ودفع مليارات إضافية لها أفضل من أن نستمر الآن بهذا الإغلاق اللي يعني بيتسبب بأضرار اقتصادية أكبر فشو رأي كنتوا بهذا الموضوع والآن ننتقل إلى خبر مهم جدا يعني يعني يعطينا بعض المعلومات المهمة ربما اللي عم نبحث عنها بشكل دائم هو أنه عضو في برلمان ولاية ماسيتشوتس في الولايات المتحدة الأمريكية حصل على اللقاح أخذت جرعتين من لقاح بايونتك فايزر هو في الخامسة والستين من عمره ومع ذلك الآن أصيب بهذا الوباء يعني تم يعني الآن اختباره وطلع الاختبار إيجابي علما أنه كان الاختبار سابقا سلبي ولكنه يعني يعني نقل له خبر أن أحد موظفيه الآن مصاب فقاموا أيضا باختبار نفسه فتبين أن الاختبار إيجابي رغم أنه حصل على لقاح بايونتك فايزر اللي هو اللقاح الأكثر فعالية وأخذ الجرعتين أيضا ومع ذلك الآن يعني طلعت نتيجة إيجابية ودخل الحجر الصحي الآن إذن هذا الموضوع أيضا مهم طبعا نحن اتحدثنا سابقا أنه لا يوجد يعني طبعا ضمان مطلق يعني بعدم الإصابة يمكن أن يصاب الإنسان ولكن العراض خفيفة لا يعاني الآن من أي عراض ولكن من حيث المبدأ يمكن أن يصاب الإنسان مع ذلك حتى لو أخذ اللقاح ننتقل الآن إلى وزير الداخلية الألماني هوزي هوفا الذي نادى بعدم السفر خارج ألمانيا إلا لأسباب ضرورية جدا نحن نعرف أن ألمانيا لم تفرض حظر سفر يعني من ألمانيا إلى خارجها تم فرض حظر السفر فقط الآن يعني من بعض الدول إلى ألمانيا الدول المتشر فيها يعني منتشر فيها الطفرات الجديدة بريطانيا إيرلندا جنوب إفريقيا البرتغال برازيل ولكن غير ذلك يعني لم يتم فرض أي إجراءات يعني قاسية أو منع السفر بشكل مطلق ومع ذلك نادى المواطنين في ألمانيا بعدم مغادرة ألمانيا أو السفر خارج ألمانيا إلا لأسباب ضرورية جدا ننتقل الآن لتصريحات معهد باول إيليش إنسيتوت أن المعهد المسؤول أيضا عن فحص اللقاحات والأمان والفعالية وكل الأشياء على مستوى ألمانيا وأيضا لصالح بعض الدول الأوروبية الأخرى يعني هناك ثقة عالية بهذا المعهد وأبحاث هذا المعهد وتم الآن يعني دراسة موضوع وفاة 69 شخص بعد الحصول على هذا اللقاح فأكد الآن رئيس المعهد أنه لا يوجد أي ارتباط أو أي علاقة بين أخذ هذا اللقاح وبين من توفي بعد أخذ هذا اللقاح الحالات التسعة وستين اللي تم الآن يعني أيضا إجراء أبحاث عليها وهذا يعني يعني طبعا أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين أخذ اللقاح وأيضا يعني حالة الوفاة وإنما العديد من من توفي يعني تراوح عمرهم بين الخمسة وخمسين والمئة سنة يعني تقريبا وأن لديهم العديد من الأمراض يعني بالأصل ربما هي التي تسببت بوفاتهم وليس هناك علاقة يعني بأخذ اللقاح وأكد أيضا على شيئين أساسيين أن هذا اللقاح لا يؤثر على تغيير أي نوع من الخلايا الجسم يعني لا يؤثر على الجينات أو هالأشياء مثل بعض الإشاعات المنتشرة يعني كما تحدث وأيضا لا يؤثر على خصوبة الإنسان كمان إذن كل الأشياء تم نفي أيضا من قبل معهد باول إاليش إنستوت هيكا تهم الأنباء من ألمانيا دمتم جميعا بخير وصحة وسعادة تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته